اشتركوا في القناة بيتوجه لكل حدا مننا ليش أنا بصوم وإذا منسأل هذا السؤال كل حدا مننا عنده جواب خاص فيه ليش بصوم كتار يمكن بيقولوا انه تعودت أنا وصغير كنت صوم وبعدني بصوم له هلأ بس يجي وقت الصوم كفة يعني يصبح الصوم بالنسبة له هو عادي تعود علي من هو وصغير يمكن في ناس إذا منسألهم تمان بيقولوا بعمل عصفران بحجر من ناحية بصوم ومن ناحية بكون نعم بعمل رجيم وهذه الشغلة ما كتير إلى معنى كتار مننا يمكن بيفكروا انه بيوفروا بالصوم وهذا شي طبيعي إذا واحد ما أكل تنقول لح شوكولات بيوفر حقه بس كالي ترى هيدا هو الهدف الهدف هو من هالتوفير ممكن أنا روح لمطرح تاني اني هالمصريات اللي بوفرهم اقدر أمن فيهم مساعدي لأي إنسان بحاجة لإله وهون يصبح الصوم وهدف الصوم أرقى وأعمى وفي روحانية أكتر ومد يد العون إلى الآخر كتار ما بيعرفوا شو هو الصوم مثلا في ناس بيسألونا أبونا إذا أنا تنوالت الصبح هل يطورا كسر صومي؟ بالوقت اللي إذا أنا عم صوم عم صوم كرمال الإربان والإربان هو الجسد جسد الرب اللي بيعطيني الأول أقدر صوم في ناس بصومهم بيحكوا فيه كتير بيحكوا مع الآخرين أنت شو صايم وعن شو صايم وشوية الوقت بعقدلهم حياتهم أنه على الساعة بيبقوا ماشيين بالصوم لا ربنا ما بدوا ينا هيك نصوم وبالصوم كمان في شغلة كتير مهمة هي الحزن في ناس منشوفهم حزنين بالوقت اللي هو الصوم هو دعوة للفرح من هيك الكنيسة بتحط قدامنا بأول صوم عرص قانا الجليل اللي هو كله فرح ما في حزن ويصبح الصوم بالنسبة لقلنا إذا بنقرأ كمان أول إنجيل من الصوم بنشوف يسوع عم بيقلنا ادهن رأسك اغسل وجهك شو معناته هالحكي؟ معناته هالحكي خليك طبيعي خليك طبيعي في الناس مثلا حرفيا بيصوموا عن الدوش اليومي عن الحمام اليومي هاي دي الشغلة يسوع بيقول عنا إنه ادهن رأسك واغسل وجهك يعني يتحمم وكونوا نضيف بس فيه إلى هدف ومن وراها يسوع بيقلنا ما تبينوا للآخرين إنكم صايمين متى صمت ومتى صليت بيقول يسوع فوت على قوتك وسكر بابك وصلي لبيك بالخفية هوا الشغلتين يسوع بيحبوا إن يكونوا بالخفاء وأهم شغلي بالمسيحية هي الخفاء والخفية إني ما أظهر للناس وما خبر الناس عن شو صايم حتى أو إتباهها بالصوم أو دين الآخر ليش صايم أو مش صايم الصوم منه إجباري الصوم هو فعل روحي بياخده أنا بعقلي وبقلبي وبصوم من كل قلبي لأني حاطت النية وهل يا تورا أنا وعمصوم بحطنية ليش عمصوم ولا هاك بيقطع نهاري أنا وصايم ومش عارف ليش عمصوم وبيصير الصوم هو للعذاب الجسدي أو التألم النفسي وهذا الشي مش مطلوب يسوع ما بدوا ينا نتعذب بدوا ينا نضحي بجسدنا بأعضاء جسدنا بالشهوة اللي هي أيام بتشدنا للأرض نضحي فيها لكرميل نوصل لغاية سماوية نوصل لربنا من خلال الصوم وأهم شغلي برجع بكرر ما نبين للآخرين وهيدي يسوع بركز عليها كتير أنه ما نطن الجراس قدام العالم أنه نحن صايمين يصبح الصوم هو وسيلي أنا أتحدى فيها جسدي وأتحدى روح هذا العالم والصوم يصبح لإليه سلاح قوي إذا أنا بفهم مفهومه وبعرف ليش عمصوم وبحط النية داي عمصوم يصبح سلاح قوي أني أقهر الشيطان وأقهر جسدي وأوصل إلى عالم السماء الله باركنا جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر